السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بازن الله هنتكلم عن مجموعة من النقاط اللي يمكن ان كنت عرضنا ليها او تسألنا فيها في الاجزاء السابقة. من الاجزاء دي هي اول حاجة عبارة عن نسبة المشوار للقطر. نسبة المشوار للقطر. اه اللي هي الا على دي. اه عبارة عن ايه? لو احنا بصينا. اه على الشكل ده هنلاقي فيه عندنا ممكن يكون الاستوارة نفسها طويلة. اه فطول الاستروك كبير مقارنة بقطر المكبس. وقد يكون طول المشوار قصير. اه مقارنة بالايه بالقطر. في الحالة دي اللي احنا نتكلم على الديامتر. على الاستروك. هيبقى الاستروك على الديامتر هيبقى هنا ايه اقل من واحد. لو هو مربع. مربع الشكل يعني الاستروك بيساوي طول المشوار يعني بيساوي طول نص الكتر او طول الكتر بتاع المكبس. بيسموه مربع. او هو شوط طويل. يعني الاستروك طويل في حين ان الديامتر اقل. فتبقى النسبة لها الالة على دي اكبر من واحد. طيب ايه اهمية بقى ان الالة على دي تبقى كبيرة او قليلة. آآ الموضوع ده داخل فيه اكتر من حاجة. منهم مسلا. آآ القدرة المفقودة بالاحتكاك. كل ما طول المشوار زاد. كل ما ده معناه ان انا الاحتكاك ما بين الجدران بتاعت الاستوانة وما بين الشنابل بتاعت الضغط والمجبس آآ بتزيد. يبقى انا كل ما طولت المشوار كل ما الاحتكاك هيزيد. آآ الحاجة التانية طيب طول ما انا ازود المشوار ده هيزود حاجة اسمها نسبة الانضغاط. نسبة الانضغاط هتزيد. كل ما المشوار ايه? آآ الطول بتاعه زيد. احنا عارفين ان نسبة الانضغاط بتساوي آآ زائد في سي على آآ في سي. فبالتالي طول المشوار هيزود الفي دي. وبالتالي هتزيد الايه? طيب حاجة كمان آآ بيدخل فيها الموضوع ده هو الطاقة الحرارية المفقودة. لو انا دلوقتي ببرد سطح الاستوانة دي التبريد بيتم منين? بيتم من السطح الخارجي وبيتم كمان من خلال الجزء اللي فوق اللي هو الجزء الاستواني المعرض آآ لماء التبريد او للهوى بتاع التبريد. تحسب طبعا ان هو تبريد هواء ولا تبريد ماء. فهنلاقي ان السطح الخارجي عبارة عن جزئين. الجزء الاولين هو الجزء العلوي ده. اللي هو مساحته عبارة عن بي على اربعة دي سكوير. فهنا مرتبطة بمربع الديامتر. طيب الجزء اللي هو الطويل اللي هنا ده اللي هو بتاع طول المشوار. عبارة عن المحيط فطول المشوار. المحيط اللي هو باي دي في ال. فهنلاقي ان دي هنا تأثيرها على مساحة السطح اكبر من تأثير ال ال. فبالتالي كل ما انا هزود بكتر بتاع الاستوانة. آآ مقارنة بطول المشوار. كل ما التواقع الحرية المفقودة او معدل التبريد هي ايه? آآ هيزيد. فاحنا فالنسبة دي بتطرعها ان احنا معمول لها زي اتزان كده او موزنة. اشوف انا عاوز نسبة انضغط قد ايه? عاوز افقد طاقة حرارية من خلال التبريد قد ايه? آآ الحاجة في حاجة كمان اللي هي سرعة المحرك نفسه. المحركات السريعة عادة بمحاوز مشوار آآ اقصر. يبقى للمحركات السريعة مشوار قصير. في حين لو محرك بطيء بس يمحتاج عزم آآ اكبر فالمحركات اللي هو الشوت اللي هو بقى طويل اللي هو اللي ايه? هيستخدم بشكل آآ اكبر. آآ هنا دلوقتي دي تلات ستلات آآ آآ مستونات في عندنا ستوانا بنسمينها اللي هي شورت ستروك او او سكوير اللي هي فوق المربع او اللي هي المشوار القصير. دي هنا اللي اسمها بورستروك ريشيو او نسبة الكتر الى المشوار. فلو الكتر كبير والمشوار اقل. بناسة زي اتنين كده. يعني معنى كده ان الكتر ضعف طول المشوار. فبيسموه شورت ستروك او او سكوير ده في المحركات الايه? السريعة زي ما قلنا. السكوير او المربع اللي هو ايه واحد يعني اللي بيتساوي دي. الاربع من عشرة او بيسموه لونج ستروك او اندر سكوير. آآ ده بينطول طول المشوار. طبعا بينطول نسبة الانضغاط. بنزود الاحتكاك. بنزود الايه? العزم او القدرة بتاعة المحرك. آآ في حين ان الشورت ستروك او بتبقى ايه السرعة عالية? وبالتالي المحرك يعني سرعته اه الدورانية اعلى. هنا هنلاقي ان في كزا حاجة موجودة هنا في السلايد. يعني ده نسبة الانضغاط نسبة الانضغاط زي ما انا عارفين هي الحجم الكل على حجم غرفة الاحتراق. يعني في الرسمة دي هنلاقي ان في عندي آآ حجم غرفة الاحتراق عبارة عن جزء. والجزء ده آآ لو احنا نجد نقس من طول المشوار او الحجم الفعال آآ او الحجم المزاح هنلاقي ان هو عبارة عن سبع امسال الجزء ده. فبالتالي الحجم الكل عبارة عن السبعة زائد الواحد لما التمانية على حجم غرفة الاحتراق اللي هو الواحد. يبقى ده كده نسبة الانضغاط فلسطواني اللي قدامنا دي تمانية الواحد. فغالبا ده هيبقى محرك بنزين. لان محركات دي ازي قولنا ممكن بتوصل الى اربعة وعشرين وخمسة وعشرين. اما البنزين هو اللي من تمانية لعشرة مثلا والموقع يبقى اقل كمان. يعني ستة تمانية. آآ طيب في عدنا ساعة المحرك او السيسي كنا اتكلمنا عنها السيسي يعني سنتيمتر او سنتيمتر آآ مكعب. وده غالبا ده بيقى عبارة عن الحجم الفعال فقط. اللي هو حجم طول المشوار فقط. ولا يدخل فيه ايه? حجم غرفة الاحتراق. وده غالبا بيقى محسوب لكل اللستونات بتاعة المحرك. يعني انا ما قول ساعة المحرك. فقصد من كده ان الحجم الفعال اللي هو الفي دي في عدد اللستونات. فيه كمان اتعرضنا لسرعة المجبس. المجبس مش بيتحرك بسرعة واحدة. لا سواعيته بتختلف من آآ الصفر عند النقطة المية العالية والسفلة الى السرعة الكسوة في في منتصف المسافة بينهم تقريبا او بيبقى قرب شوية الى النقطة المية العالية. آآ فالسرعة المتوسطة بتكون بتساوي اتنين في اس اللي هو طول المشوار في ان اللي هي السرعة الدورانية. اتنين ليه? لان المجبس بيعمل شطين آآ في اللفة الواحدة من لفات عمود المرك. آآ السرعة اللي احنا نحسابها بالدقيقة بتتراوح ما بين تلتمية خمسمية متر على الدقيقة ما بتزيدش يعاني اربعتاشر متر على ايه? على الثانية. طيب السرعة الكسوة عبارة عن واحد ستة من عشرة في السرعة المتوسطة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده ان عندنا هنا زي ما احنا شايفين السرعة عند تبقى اريبة من الصفر بعد كده بتزيد اللي هي وزي ما احنا شايفين في الرسمة ان اكبر من اقولنا ان هي تقريبا بتكون بتتراوح اه حمار عن واحد وستة من عشر من اه او اللي هي السرعة المتوسطة يعني وهنا طبعا قسم على ستين عشان يحولها للثانية وطبعا لو طول المشوار بالمتر هتطلع السرعة بالايه بالمتر على آآ الثانية ساؤل النقطة التانية اللي قبلتنا وكان فيها تساؤل برضو هي الايه آآ الخلوص اللي موجود هنا بين الصمام وبين آآ الزراع او التاكيه التاكيه او الزراع المتارجح بنقول الخلوص ده اهميته ايه انا الصمام ده متعرض الى درجة حرارة عالية آآ وخاصة لو هو صمام العادم يعني الصمامين بيتعرضوا كده للحرارة نتجة عن الاحتراق القاعدة بتاعت الصمام اما صمام العادم كمان الساق بتاعت الصمام كمان بتتعرض للحرارة عالية فالحرارة احنا عارفين المواد او المعادن بتتمدد بالحرارة وتنكمش آآ بالبرودة وبالتالي المعدن ده لما يتمدد لو ما فيش خلوص هنا يبقى آآ هيدغط على التاكيه فيبدأ الصمام يتفتح يبقى كأن الصمام مفتوح او غير مغلق كليا او مفتوح جزئيا ده لو انا مش سايب ايه خلوص فالمهم جدا ان احنا نسيب خلوص علشان الصمام لما يتمدد آآ يفضل آآ مقفول آآ انما كمان ما ينفعشي نقلل المدة دي انا اسمي ماريم ازايكم؟ آآ معزرة انا احنا كنا بنتكلم على الخلوص الخلوص ده لو آآ او قليل جدا هيحصل التمدد زي ما قلنا وهتبدأ اللي ايه الخلوص ده آآ مش ملقود وبالتالي السمامات هتتفتح قبل يعني احنا شفنا هنا دلوقتي عند النورمال هنلاقي ان السمام بيبدأ يتفتح عند عشرين درغة طب لو انا قللت السمام قللت الخلوص نتيجة التمدد هيفتح قبلها بستة وعشرين درغة يعني ستة درجات فرق نفس الكلام بالنسبة تحت هنلاقي هنا خمسين هنا ستة وخمسين فاللي هيحصل ان الفترات الزمنية هتزيد شوية طبعا العكس هيحصل لما انا عملت تو ماتش تو ماتش يعني انا سيبت خلوص زيادة عن اللزوم فاللي هيحصل ان الكامعة هتبقى عاوزة تفتح الصمام بس بدل ما هي بتفتحه او بدل ما تضع على الصمام لسه بتحاول تقلل اللي ايه الخلوص ده فبدل ما يفتح قبلها بعشرين درجة هيفتح قبلها باربعتاشر درجة بس وهنا بدل اربعة واربعين درجة هيبقوا خمسين اه بدل ما هي خمسين درجة هيبقى اربعة واربعين درجة الفكرة كلها ان الخلوص يبقى متناسب مع مقدار التمدد لو اعلى اه ده هيبقى مش كويس لان السمامات هتفتح متأخر لو اقل برضو مش كويس لان السمامات هتفتح بدل اه اه قدرات بضعة المحرك هنعند لنا القدرة البيانية كنا تكلمنا عنها اللي هي الان دي كيدة باور اللي هي بي في في دي في ان في ان على اي آآ في ستين فدي ما فيهاش مشكلة القدرة الفرمالية برضو تكلمنا عنها وازاي ان احنا بنحسبها من خلال معرفتنا آآ بالقدرة اللي هو الفرمالة بيروني وفرمالة بيروني نقدر آآ نشوف منها القوة بتاعت ازا في عندي زراع في عندي عزم العزم اده هحسب ونخلالها القوة في زراعها وفي عندي الان اللي هي السرعة السرعة بتاعت دورانية المحرك ومن خلال الحلاقة بتاعت اتنين على ستين بنحسب القدرة الفرمالية فيه القدرة المفقودة بالاحتكاك ده تجربة اسمها تجربة موريس آآ مش عاوز اخوض فيها يا الفكرة كلها ان احنا بنفس الاسطوانة اسطوانة وبنحسب آآ القدرة بتاعت كل تلات اسطوانات اوارب يعني احنا بنفس الاسطوانة ونشوفه الباقي وبعدين من خلال الموضوع ده بنقدر نحسب آآ القدرة مفقودة بالاحتكاك اعرف بس ان قدرة الاحتكاك بنقيسها او بنحسبها من خلال آآ تجربة موريس وخلاص مش اكتر من كده يعني في عندنا برضو القدرة النوعية للمحرك آآ دي عبارة عن القدرة الى الحجم آآ بنشوف بس المحرك بتاع بيقدر يستغل الحجم آآ قد ايه آآ يعني مثلا لو هو بيشغل حجم كبير وبيطلع قدرة قليلة ده مش كويس لو هو بيشغل حجم قليل آآ وبيدي قدرة اعلى ده كده افضل وهكذا الوزن النوع للمحرك عبارة عن النسبة ما بين وزن المحرك الى قدرته الفرمالية ايه برضو نفس الفكرة بس هنا باستغلال ايه الوزن آآ احنا كنا اكترين قبل كده في الجزء النظري عن ان الاشواط عندي اربع اشواط صوت آآ سحب وضغط وتشغيل وعادم وكنا قلنا مسلا نشوت السحب هيبدأ من النقطة الميتة العليا آآ المجبس هيبدأ ينزل من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلة سمام السحب هيتفتح آآ هيحصل السحب طوما المجبس نزل للنقطة الميتة السفلة بيتقفل السمام فيبقى السمامين طوال السحب والعادم مقفلين يبدأ المجبس يتحرك من النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العليا والسمامين مقفلين عشان يحصل ايه الضغط بعد كده هيحصل الشرارة الكهربية او هيحصل حقن الوقود فيحصل الاحتراق هيحصل التمدد ده برضو الايه والشطيق والسمامين المقفلين في المجبس نزل من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلة خلال شهود القدرة بعد كده عايز اطرد العادم هفتح سمام العادم والمجبس يطلع للنقطة الميتة العليا. آآ وبعد كده سمام العادم يتقفل ويتفتح سمام السحب وهكذا. الحقيقة بقى مش بيحصل بالشكل ده. الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي ان فيه عندنا فوق اعلى نقطة في خط رأسي تماما الخط الرأسي اللي دوت عبارة عن النقطة الميتة العليا والنقطة الميتة السفلة تحت. آآ بيقول لنا ايه? بيقول لنا لو ده قبل النقطة الميتة العليا بشوية هتلاقي ان سمام السحب تفتح في آآ او فتح سمام اللي هو الانتيج فالف وابن اي. اللي هي انتيج فالف وو اللي هي اوبن. سي اللي هي كلوز ففيه عندنا هنا اربع حاجات اللي هي او اتنين او اللي هي اي او اللي هي انتيج اوبن. واي او اللي هي انتيج كلوز. فهنلاقي ان عندنا ازا ما قلنا في عندنا اربعة اللي هو الايو والي سي الاييه لي هي الايجزوست اوبن. هتا مترجمين عندك في السورة بالعربي الاي سي هي طيب. هنقولنا اول حاجة هنا ان الايو اللي هو بحفت حسماله السحب بيحصل قبل النقطة الميتة العلية بشوية. طيب. لمعنى كده ان انا هبقى لسه في الشروط العدم وقبل ما شروط العدم يخلص سمام السحب ايتفتح. طب سمام السحب اتفتح ليه? فبنقول ان الهوى البارد او المخلوط ما بين الهوى والوقوت حسب نوع المحرك يعني اللي هما بيقوبردين درجة حرارته منخفضة دول بيساعدوا على طرد اللي ايه الحاجة اللي هي البردة او درجة حرارته منخفضة كسفتها اعلى فها بتنزل وتطرد الايه اللي درجة حرارته اعلى او اللي كسفته اقل. فانا بفتح سمام السحب عشان المخلوط البارد ده يساعد فيه طرد الايه العادم. بعد كده بنوصل لنقطة الميتة العليا وبعد كده بتلاقي ايه او غلق اسمام العادم يعني ما تقفلش عند النقطة الميتة العليا. لا ده فضل مفتوح شوية. طب فضل مفتوح شوية ليه? فضل مفتوح شوية عشان اولا كان غيازات العادم كانت مكتسبة طاقة قصور زاتي. المجبس كان طالع كان بيزوقها. فهي كانت مكتسبة طاقة قصور زيت. انا عاوز استفيد بكسور الزاتي ده. آآ في آآ ان هي تبقى ايه? آآ ان هي تخرج. وفي نفس الوقت اللي هو البارد العمال يدخل ده او المخلوط البارد العمال يدخل ده يساعد عن عملية الايه? الطارد. فانا بسيب بفتح سمام السحب قبل النقطة الميتة العليا عشان استفيد بالكسافة اللي بتاعته اللي هي العالية وبسيب السمام العادم مفتوح شوية كمان بعد النقطة الميتة العليا علشان يستفيد بالكسور الزاتي اللي هو مكتسبه ان هو آآ يخرج. في حاجة كمان برضو بيقولوها في نقطة السمام السحب اللي بفتحه قبل شوية عشان اتأكد ان الفتح ده بيتفتحش مرة واحدة كده لا بياخد فترة عبارة ما يتفتح. فان انا اتأكد ان لما ان نوصل للنقطة الميتة العليا يكون كان مفتوح بالايه? بالكامل. مش لسه هيبدأ يتفتح. آآ طيب شوت السحب بدأ يشتغل استمر. هل استمر لحد النقطة الميتة العليا? لحد النقطة الميتة السفلة بس لا. ده انا كمان سبته بعد النقطة الميتة الايه? السفلة بشوية. هتلاقي ان او غلق اسمام السحب بيحصل آآ بعد النقطة الميتة السفلة بشوية. طيب ده ايه? نفس السبب اللي احنا قلناه قبل كده. ان انا دلوقتي الهوا كان بيتسحب من برة. فجاي لي من الفلتر وجاي في المسارات بتاعتي او في المين فولد مسلا. مكتسب طاقة قصور ذاتي بتدفعه نحو الايه? الاستوانة. لو انا قفلت فمش هستفيد بطاقة القصور الذاتي دي. فهسيبه فترة كمان عشان استفيد بطاقة الايه? القصور الذاتي. وهتلاقي طاقة القصور الذاتي دي بتختلف. حسب المحرك سريع ولا بطيء. في المحركات السريعة هتلاقي ان المدة دي بتايه? بتزيد. اللي هي المدة اللي انا عاوز استفيد بيها بتاقة القصور الذاتي هتزيد في المحركات السريعة. بينما لو المحرك بطيء هتلاقي المدة هتبقى ايه? قليلة. طيب. قفلت سمام السحب. كده السمامين مقفولين. هنعمل شوط الايه? الضغط اللي هو اللي هو الازرق الغامق ده. شوط الضغط لحد النقطة الميتة العليا. طيب وصلنا للنقطة الميتة العليا. هنبدأ للشوط الاحمر اللي هو شوط التشغيل. حصل الشرارة. حصل الاحتراق. الغازات دلوقتي عمالة تتمدد وتضغط على المكبس. وتنزله الايه? الاسفر. المفترض ان الشوط ده كان مستمر لحد النقطة الميتة السفلة. هلاقي ان هنا في الرسمة ان هو الخط الاحمر او السهم الاحمر ده. جه بعد فترة مقابل النقطة الميتة السفلة بشوية. وفيه ده الاي او او فتح اسمام العادم. يبقى انا فتحت اسمام العادم قبل النقطة الميتة السفلة. ليه? النقطة دي فيها ايه? حاجتين. حاجة الاولانية ان انا هنا بستفيد بالطاقة الانفجار او بالضغط بتاع الانفجار ده. آآ في طرد غازات العادم. طيب ده انا قلت المفرض ان استفيد به في ان هو يضغط على المجبس وينزل تاني. يعني انا هنا بفكت جزء من القدرة بتاعة المحرك. آآ الجزء ده كنت ممكن استفيد به في تحريك المجبس. انا آآ قلت لا انا هستفيد به في طرد غازات الايه? العادم. آآ طيب ده ليه? ده علشان. لو عملتش كده هبقى محتاج قدرة عالية في شرط العادم عشان اتخلص من الغازات بتاعة العادم. فانا هنا بوفر القدرة المبزولة في شرط العادم في الجزء ده الجزء ده هيوفر لي كتير في القدرة الملازمة لطرد غازات الايه? العادم. آآ وبالتالي آآ انا آآ فقدت جزء من القدرة انما كمحصلة نهائية كسبت. احنا مش احنا كنا قيلين. يعني في حاجة اسمها الحدفة. الحدفة دي بتخزن الطاقة من الشرط الفعال عشان تدي باقي الاشواط. طيب لو انا كنت محتاج قدرة كبيرة في شرط العادم يبقى انا محتاج اخزن كتير وهفقد القدرة ديت في شرط العادم. هنا قال لك لا انا هوفر آآ الجزء آآ من القدرة اللي هي منشوطة القدرة ومنشوطة التشغيل آآ اطرد به غازات العادم وبالتالي هقلل القدرة اللي انا محتاجة في شرط العادم فهلاقي ان القدرة الكلية بتاعت تحسنت. آآ بعد كده في عندنا الفترة شرط العادم هيبدل بقى مفتوح لحد ايه? لحد ما يرجع يتفل تاني بعد النقطة المايدة العالية بشوية. في فترة اسمها فترة التداخل او بيكون فيها كلا من صمام السحب وصمام العادم آآ مفتوحين. هي معمولة عليها باللون لا صفر دي. طيب. هنلاقي هنا آآ دي برضو موجودة في الكتاب العملي. آآ لو لو حظت هنا المدة الزمنية في العالة اليمين اكبر من العداد الشمال. طبعا ده يبين ان واحد فيهم سريع واحد فيهم بطيء. تتوقع مين فيهم السريع ومين فيهم البطيء. هل المدة الزمنية فيه بتبقى اكبر ولا المدة الزمنية بتكون اهل. بعد كده اتكلمنا عن آآ حاجة موجودة في الوقود آآ رقمين. رقم بيخص محركات البنزين ورقم تاني بيخص محركات الديزل. الرقم اللي بيخص محركات البنزين هو رقم الايزو اوكتان. الايزو اوكتان آآ ده عبارة عن رقم آآ كاينديكيتور آآ لمقاومة الوقود دوت لزهيرة الخبط. زهيرة الخبط دي هتحصل امتى لو الوقود اشتعل ذاتيا قبل ما البوجيه يدي الشرارة الكهربية. فده بيبقى لسه طالع والوقود احتحرق. فبيحصل حاجة اسمها ايه? ظاهرة الخبط. طيب آآ يعني اللي بقى رقم الايزو اوكتان ده كل ما زاد هو من صفر لحد مية. آآ بيبقى مية في آآ وقود اسمه الايزو اوكتان. آآ بيبقى صفر في حاجة اسمها الهبتان. آآ فالفكرة كلها ان انا رقم الايزو اوكتان ده عبارة عن ايه? عبارة عن نسبة الايزو او وقود الايزو اوكتان في مخلوق ما بين الايزو اوكتان والهبتان. يعني انا بالوقتي عندي معين. الوقود ده عاوز اعرف رقم الايزو اوكتان فبشوف الوقود ده آآ بيشتعل عند نسبة انضغاط ايه? يعني ايه اعلى نسبة انضغاط ممكنة ليه. آآ مثلا سيه لاتة سبعة. فانا بالوحجاي اعين من الخليط ما بين الايزو اوكتان والهبتان آآ يقدر يتحمل نسبة انضغاط سبعة. آآ ساعتها بشوف نسبة الايزو اكتان في الخليط ده قد ايه? سيء مسلا ترغط ستين في المية. يبقى كده الرقم الايزو اكتان للوقود الجديد اللي انا بجربه ده ستين. ترغط سبعين في المية. بقى رقم الوقود ده آآ سبعين. آآ بينها بقى نيجي نبص على رقم السيتين. السيتين دوت مرتبط بالديزل. بالنسبة للرقم السيتين او انها في محركات آآ الديزل. ده اه برضو بيقايم بيه الوقود بنشوف بقى الوقود ده بيحتلق اه بسرعة قد يعني هل سرعة احتراق الوقود اه لو هو رقم الستين بيبقى عالي في حالة اه لو الوقود ده بيشتعل بسرعة او حاجة اسمها فترة تأخير اشتعل الوقود بتبقى صغيرة في حين الرقم هيبقى لي لو عنده فترة التأخير كبيرة او بيشتعل ببطء نفس الكرام رقم الستين عبارة زي ما رقم الايزو اوكتان بيبقى عبارة عن نسبة الايزو اوكتان في مخروط ما بين الايزو اوكتان والهبتان هنا نفس الكلام رقم الستين عبارة عن نسبة السيتين اللي هو سي سكستين اتش اه اه تيرتي فور اه الى بقود اسمه الالفا ميثاين نفتالين اللي هو سي 11 اتش عشرة اه نسبة الستين في المخروط ما بينه هم الاتنين لان الستين بيشتعل بسرعة بينما الالفا ميثاين نفتالين اه بيشتعل بايه ببطء فبشوف برضو عندي وقود جديد عاوز اشوف رقم الستين له قد ايه فبشوف هو بيشتعل بسرعة قد ايه وبياخد اعمل مخاليط ما بين الستين والنفتالين واشوف مين فيهم اللي بيشتعل عندي نفس السرعة يبقى نسبة السيتين في المخلوط اللي هو بيشتعل بنفس السرعة بتاعة المخلوط اللي انا الوقود اللي انا عاوز اه اجربه هو ده اه رقم السيتين بتاعه فيبقى رقم السيتين عبارة عن النسبة بتاعة السيتين في المخلوط ما بين السيتين والالفا ميثاين نفتالين اه غالبا انا بشتاق في المحركات السريعة لو محرك سريع عاوز يديني ار بي ام عالي فانا يحتاج فترة تأخير اشتعال صغيرة. يعني ايه فترة تأخير اشتعال? احنا عارفين ان الوقود هنا بيشتعل نتيجة تلامسه مع الهواء الساخن فيشتعل ذاتيا. ففيه وقود يقدر يشتعل ذاتيا بسرعة كبيرة. فيه وقود هياخد وقته قبل ما يبدأ يتلامس بقى مع الوقود مع الهوى الساخنة والحرارة تحصل لها تبادل ويحس بالحرارة العالية فيبدأ يشتعل. ففترة تأخير الاشتعال دي اللي هو عبارة عن لما يبدأ ينمس الهوى السخن هياخد فترة زمنية قد ايه? عشان يحترق. فطبعا في المحال اللي هو عند فترة تأخير قليلة ده هستخدمه في المحالكات السريعة. الفترة اخيره كبيرة او رقم الستين بتاعه صغير او قليل هستخدمه في المحالكات البطيئة. اخر نقطة اتكلمنا عنها هي الاتزان الحراري في الوقود. اه قلنا ان الوقود مش بستفيد بقدرته كلها. او بالطاقة المختزنة في كلها. هنلاقي ان في الحقيقة اللي بيحصل ان انا آآ زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا في عندنا كيرفين الكيرف الاولين اللي هو عن يمين. ده بين او سرعة المحرك ومين النسب بقى بتاع التوزيع القدرة بتاعت الوقود او طاقة الوقود. هنلاقي ان او الشغل اللي هو الفعلي اللي انا ماستفيد به. هداقيا مثلا في حدود ستة وعشرين تمانية وعشرين في المية بعد كده اللي رايح فيه التبريد اللي هوукаinação التبريد ما بين ستة وعشرين لحاجة وخمسين. بعد كده من خمسين مثلا من ستين من حاجة وخمسين لحاجة وستين. بعد كده كل الجزء ده من مثلا ستين في المية لحد ميت في المية. آآ اللي هو العادم الراديشن المحرك بيس خنوبيل للهواء الجوي. وآآ الطاقات غير آآ محسوبة او فوقت غير محسوبة. آآ طبعا يهمنا كل ما آآ ديزاين او تصميم المحرك اتحسن كل ما هقدر ازود الكدرة الجزء بتاع اليوسفل وورك وهقلل الكدرة بتاعت الايه آآ الفوقت. آآ نفس الكلام لو احنا بصنا على الكيرفل على الشمال بس ده ما بين الحمل او اللود او آآ القدرة اللي هو الخارجة من المحرك وما بين برضو الايه الطاقة الحرارية ومتوزعها ده بيبقى محرك ديزل هنلاقي ان اليوسفل وورك برضو يعني اقصى حاجة هتبقى قريبة من آآ نقبل الاربعين في المية بشوية بعد كده من الاربعين للسبعين آآ في الكولنت او في التبريد بعد كده من السبعين للمية في وفي جزء هيبقى في الرادياشن والايه والان الكاونتد اللي هو الجزء بتاع اللي هو الغير محسوب ده يدخل فيه برضو الفواقض بزاعة المضخات لو انا عندي مضخة مية للتبريد لو انا عندي مضخة زيت كل الحاجات دي كلها تعتبر ايه آآ آآ فواقض آآ هي عندنا مخطط اسمه مخطط سانكي الانتزان الحراري المخطط ده ببساطة شديدة زي ما احنا شايفين برضو بيه النفس الرسمة اللي فاتت انها بيعملها في آآ زي كده تحت كده هتلاقي الهيت فروم فويل مية في المية هتلاقي ان خمسة وتلاتين نروحوا في الوقود آآ راحوا في التبريد اللي هي بعد جده خمسة وستين اللي هما ايه آآ جزء من هم راح في او في العادي اللي هو تلاتة وتلاتين في المية اتباع ايه تلاتين وتلاتين في المية دول جزء راح في في او الجزء المحيط بالمحرك والبريك باور آآ استفدنا بعشرين في المية فقط عشرين في المية فقط في طبع وفقا لمخطط سانكي ده استفدت بيه كقدرة فعالية او قدرة فرمالية في حين التمانين في المية كانت آآ فواقد آآ اهم المراجع اللي احنا آآ رجعنا لها في الجزء ده كان محاضرات الدكتور مبارك محمد مصطفى استيس دكتور مبارك محمد مصطفى واستاذ الهندسة الزراعية بغلة زراعة جامعة عين شمس متفرغ آآ وآآ كتاب الجرات الزراعية تشغيل وصيانة واقتصاديات للاستيس دكتور احمد آآ الراعي آآ بجامعة القاهرة مرضو استاذ متفرغ آآ بلحد هنا نشكركم على حسن اسك معكم واتمنى تكون وضحنا النقاط العالقة اللي كانت متبقية لنا في خلال الكورس السلام عليكم ونحمة المنصد من وضع الله عز أهل الخليس التي محضرها في ب browsers الخليس والو سرر زراعة جامعة الخليس بالورال